يتوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم إلى مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في أشق الرئاسي لدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر دول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ كوب 28 وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن مشاركة الرئيس السيسي بقمة المناخ تأتي تلبية لدعوة شقيقه الشيخ محمد بن زيد رئيس دولة الإمارات الذي ستتولى بلاده الرئاسة المقبلة لمؤتمر الأطراف وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي سيركز خلال أعمال قمة دبي على جهود الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف على مدار العام الماضي والتي ركزت على الموضوعات التي تهم الدول النمية بشكل عام والإفريقية على وجه الخصوص وأضاف المتحدث أن برنامج زيارة الرئيس السيسي إلى دبي يتضمن كذلك عقد مباحثات مع عدد من رؤساء الدول والحكومات وذلك للتباحث حول دفع أطر التعاون الثنائي والتشاور وتبادل وجهات النظر والرؤى بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية